وجه الرئيس عبد الفتاح حسيسي بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسة الاستلاء على أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف المحافظات حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية أن الاجتماع تناول حالات تصالح حيث تم استعرد نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية